السلام الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله معكم أم أحمد ودي كونتي يا رب اتنقول اعجابكم ولو عجبك الفيديو اعمل اعجاب واشتراك في القناة ويا رب دعمكم. آآ الوقت هنعمل لحمة زي كباب الحلة بالضبط بس هديها نحطها في شربة الاول وهتبلها هتبلها الاول حوالي ساعة نص ساعة حسب ما انت عايزة لو زودتها اكتر يبقى احسن. هنعملها بقى بالبصل والفلفل الاخدر والفلفل الاحمر والطغوطة الطماطم. ونحط فيها جميعا وعدتها وفي اللي انت عايزها بقى كمون ملح فلفل كزبارا فلفل اسود بابريكا شوية بابريكا. عايز تحط شوية ارفة عايزة تحطي رونفل آآ اي حاجة اللي انت عايزة احطي فيها. يبقى طعمها جميل وصي بيها بقى في التلاجة شوية او عن المطبخ كده على رخامة المطبخ شوية واسبيها اركي نيها. عما تعملي حاجة تانية. وبعد ساعة بعد ونوس ساعة علاقة عليها. كنت مسخنة شرب مية. كنت مسخنة مية كده. والقوم هنمس بسقاطينها فيها. وبعد ما تطلع هنحطها في التدبيلة اللي هي دي. اللي هي التدبيلة دي لان احنا مش هنحط التدبيلة دي معها. وهي بتحط في الشرب احنا هنتيدي ده بقى نتدبيلها فيها ونسقطها فيها كده لحالها كده. الشربة بتطلع جميلة ومشاء الله بتعجبها هتعجبكم ان شاء الله. وبعد ما تطلع بحضةها في المرتكة دي اللي هو البصل. والحاجات دي عايزة تحط البطاطس معها. حط البطاطس عايزة تزودي بصل زودي بعدين يعني بعد ما هي تستوي. وآآ بعدين احنا هنحطها هنا اهو. هنحطها في المياه. المياه يكون هادفت. عشان ما تجرمشي معاك. ومشاء الله تلعت آآ جميلة وحلوة ان شاء الله تبني هي الطريقة دي تنقل اعجابكم. ان شاء الله دي طريقة اللحمة. وحلوة اوي. ما شاء الله يعني عاجبتنا يعني. هتستوي ان شاء الله تبقى كده ملبن. في ايديكي. هنقوم طلعينا وحطيناها في البصل. وبعد ما تخلص تخلص من البصل هنقوم حطيناها في طبق التأديم. ويا رب ينقل عجابكم. عايزين دعمكم ان شاء